بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أحاديث الصيام في شهر الصيام نعيش هذه اللحظات فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صام نوح عليه السلام الظهر كله إلا يوم الفطر والأطحى وصام داود عليه السلام نصف الظهر فإنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وصام إبراهيم عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر صام الظهر وأفطر الظهر رواه الطبراني والبيهقي وهذا حديث يؤكد قول الله تعالى كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبْ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وكان الصيام في الأمم السابقة على أنواع كثيرة منه ما كان شبيهاً بصيامنا مثل الامتناع عن الأكل والشرب من زمن معين حدد في شريعتنا بالفجر إلى زمن معين حدد بالمغرب بغروب الشمس في بعض الأديان كان إلى تشابك النجوم يعني لا نفطر عند المغرب تماماً ولكن نفطر قريباً من صلاة العشاء حينما تظهر النجوم في السماء وتتشابك هناك أيضاً صيام كان عن الكلام بحيث إن الإنسان لا يتكلم إني نظرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسية هكذا عن السيدة الصديقة مريم أم سيدنا عيسى هناك كان الصيام أيضاً عن الجلوس بحيث إن الإنسان يقف مدة صيامه ولا يجلس أو عن الظل بحيث إنه يقف في الشمس فلا يستظل أو عما هو فيه روح أو خرج من روح وهذا حال ما نسميهم النباتيين في عصرنا الحاضر وهي أنواع كثيرة وأمثلة كثيرة فمنهم من يعد السمك من هذا ومنهم من لا يعده إلى آخره كل هذا أنواع من الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على رجل فقال ما هذا وكان واقفاً في الشمس وساكتاً لا يتكلم قالوا هذا إسرائيل قال وما إسرائيل قالوا نظر أن يقف فلا يجلس وأن يكون في الشمس فلا يستظل وأن يصوم وأن لا يتكلم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وهي الصيام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في شريعتنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج وفي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحاً قد صام وصام الظهر كله وأن داود قد صام فصام نصف الظهر وكان يقول خير الصيام الصيام نبي الله داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أما خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فكان يصوم ثلاثة أيام وهي بعشرة فتكون كأنما صام الظهر كله وهو قد أفطر في غالب الظهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة